أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرط يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاذ البرط يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون وإذ استشطى موسى لقومه فقل نضرب بعصاة الحجرة فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها فاقع لونها تسر الناظرين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الحضل العظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا 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 من عند أنفسهم حسدا 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 من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق فاعفوا وصفه حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اخطفاه عليكم وجاده بخة في العلم والجسم قال إن الله اصطفاه عليكم وجاده بخة في العلم والجسم وجاده بخة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من بل الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأقعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا أسعها لها ما تسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وعفو لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب إن الله صفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت الشميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الزكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رسقا وجد عندها رسقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبالا واجدوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قلوا عقبوا عليكم الأنامل من الغير قل موتوا بغيركم قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسككم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فلحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف علىهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القر للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمت ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور الرحيم ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وتراهم ينظرون إليك وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وتأبى قلوبهم وأفثرهم فاسقون إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون وإن يمسفت الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردت بطير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وانحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وجاءوا على قميصه بذمن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مسواه أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فلما رأيناه أكثرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم إن هذا إلا ملك كريم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولهم ما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرت الله علينا وإن كنا لطاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش ورفع أبويه على العرش وفروا له سجدا وقال يا أبت ها تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدل من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إسوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتذم عليكم منه ذكرا إنا متنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تغنعنا قل منك مالا وولدا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورز ربك خير وأبطى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يكلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير إذ تلقونه بأيسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفض المبين فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخشفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملتت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراق فأنا يبصرون فأنا يبصرون يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تكفي الصدور وما تكفي الصدور له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ولو بسط الله الرزق لعباده لبووا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بخير وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربه نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أطغانهم ولو نشاء لأريناتهم فلعرفتهم بسيناهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم سيقول المخلفون إذا انقلقتم إلى موالما لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لم تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا يا أيها الذين آمنوا لا يفقر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تجمدوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتربوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فترهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون منهاج رأيهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رسقه فيقول ربي أهانا ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أسلح من زكاها وقد صاب من دساها قالوا إن يسرق فقد سعق أقول له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر متانا قال أنتم شر متانا والله أعلم بما تصفون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وأبصر فسوف يبصرون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يفتبون ونزع يده فإذا هي بيضاء فإذا هي بيضاء للناظرين فإذا هي بيضاء للناظرين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يوحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وجيناها وما لها من فروج فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون وأنتم حينئذ تنظرون ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبشر وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تجدري أعينكم ولا أقول للذين تجدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة في عين حمئة ووجد عندها قوما فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن قالوا فأتوا به على أعين الناس على أعين الناس على أعين الناس لعلهم مشهدون والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وأسلنا له عين القطر ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن التغيت ممن عزلت فلا جناح عليه ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون فيها عين جارية فيهما عينان 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 فيهما عينان تجريان ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وإذا رأت إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا قيل لهدق للصرح فلما رأته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها وكشفت عن ساقيها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون وإذا رأيتهم تعجبت أجسامهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ونبدئهم عن ضيف إبراهيم ونبدئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إما منكم وجلون ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا وجعلناها آية للعالمين وجعلناها آية للعالمين وجعلناها آية للعالمين لقد كان لسبع في مسكنهم آية في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وعدكم الله مظالمة كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا قال موعدكم يوم الزينة يوم الزينة يوم الزينة قال موعدكم يوم الزينة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ولكم فيها جمال فين تريحون وحين تسرحون وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ مسترة ضاحك ثم مستبشرة تعرف في وجوههم نظرة معين تعرف في وجوههم نظرة معين سيما هم في وجوههم من أثر السجود سيما هم في وجوههم من أثر السجود وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ خاشعة ولقاهم نظرة وسرورا ولقاهم نظرة وسرورا وينقلب إلى أهله مشرورا إنه كان في أهله مشرورا إنه كان في أهله مشرورا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فليفرحوا هو خير مما يجمعون ويومئذ يفرح المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها فرح بها فرح بها وامرأته قائمة فضحكت فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فتبسم ضاحكا من قولها وأنه هو أضحك وأبكى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي فإذا اطمئنمتم فإذا اطمئنمتم فاقيم الصلاة قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن به قلوبكم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقلبه مطمئن بالإيمان فإن أصابه خير اطمئن به فإن أصابه خير اطمئن به اطمئن به ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن ترضونها فتلك مساكنهم فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وقلنا نحن الوارثين هم أحسن أساسا ورئيا هم أحسن أساسا ورئيا وأنبئكم بما تأكلون وما تتدخرون في بيوتكم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطيرا ولبيوتهم أبوابا وشررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ردك للمتقين وأترسناهم في الحياة الدنيا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين 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 وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموزة في القربى إلا الموزة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور واجعل بينكم مودة ورحمة يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وآت المال على حبه ذو القربى وآت المال على حبه ذو القربى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني وأخرى تحبونها وأخرى تحبونها واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وما بكم من نعمة فمن الله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ألم تعروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أنعمنا عليه أنعمنا عليه وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا لبني إسرائيل كم ترثوا من جنات وعنون وجرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتهين نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر لولا أنت داعته نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوم ومن يقنط منكم لله ورسوله ودعم الخالحا نؤتها أجرها مرتين نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رفقا كريما وقولوا لهم قولا معروفا فقل لهم قولا ميسورا فقل لهم قولا ميسورا يعرفون كلا بسيماهم يعرفون كلا بسيماهم تعرفهم بسيماهم وقل لقولا معروفا وقل لقولا معروفا ومن الناس من يعجبك قوله وإن تعجبت عجب قولهم فعجبوا قولهم فعجبوا قولهم خذ العصر وأمر بالعرف وأعيض عن الجاهلين قالوا أتعجبين قالوا أتعجبين من أمر الله أتعجبين من أمر الله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وننزل من القرآن لما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء ويشف صدور قوم مؤمنين وإذا مردت فهو يشفين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وفجرنا فيها من العيون فإذا انشقت السماء فتانت وردة فتانت وردة كالدهان كأنها توكب دري كأنها توكب دري وإن منها لما يشقق وإن منها لما يشقق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغلب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولل الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليديم فلا تقهر وأما الزائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في العقد ومن شر حاسق إذا حسد ومن شر حاسق إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات القناس الذي هو السوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس بسم الله أعقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة أعيذك بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس وأعين الإنس عافنا من أنفس الجن وأعين الإنس أعيذك بكلمات الله التامات التي لا يجاوزه النبر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن بسم الله يبريك بسم الله يبريك من كل داء يؤذيك من حسد كل حاسد من حسد كل حاسد من حسد كل حاسد وكل عين وكل عين من حسد كل حاسد وكل عين وإسم الله يشفيك اللهم اخرج كل عين وحسد اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت اللهم اخرج كل عين من حيث دخلت اللهم رد البصر خاسئا حسيرا اللهم ذهب حر العين اللهم ذهب حرارة العيون اللهم ذهب حر العين وبردها ووصبها اللهم ذهب حر العين وبردها ووصبها اللهم اضطل تأثير العين والحسد اللهم اخرج كل عين اللامة اللهم اخرج كل العيون اللامة اللهم اخرج كل عين قوية اللهم اخرج كل عين قديمة اللهم اخرج كل عين قديمة اللهم اخرج كل عين معجبة اللهم اخرش كل عين معجبة اللهم اخرش كل عين متعجبة اللهم اخرش كل عين منهم تعجبت اللهم اخرش كل عين منهم تعجبت اللهم اخرش كل عين بالزينة أعجبت بالزينة أعجبت بالزينة أعجبت وتعجبت اللهم اخرش كل عين ونفس ثمنت واشتهت اللهم اخرش كل عين نظرت واستحسنت وركزت وتمعنت اللهم اخرش كل عين ونظرة أمرضت وأهلكت اللهم اخرش كل عين ونظرة تكررت اللهم اخرش كل عين ونظرة تكررت وما بركت اللهم اخرش كل عين وحسد من الصغر لازم اللهم اخرش كل عين حاسدة حاقدة وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت اللهم اخرش كل عين قوية كل عين حارة اورثت حرارة في الجسد أو برودة في الجسد اللهم اذهب حرارة العيون والحسد اللهم اذهب حرارة العيون وبردها من كل الجسد اللهم اذهب ما حل بسببها من ألم وتعب ومرض ونكد اللهم اخرش كل عين معجبة بالزينة والجمال والجاه والمال اللهم اخرش كل عين معجبة اللهم اخرش كل عين حاسدة في الشعر استقرت للشعر سقطت وأتلفت اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة في الوجه أصابت لزينة وجمال الوجه غيرت اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة في العينين استقرت اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة أصابت الفم والأسنان والفك واللسان وعطقلت الكلام اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة أصابت العقول والأذهان وأورثت النسيان والخمول وفقد الكلام اللهم اخرش كل عين معجبة وحاسدة أصابت في القوة والنشاط والهمة والحركة وعلى الأعصاب والعظام وسائر القوى أثرت اللهم اخرش كل عين بالروح امتزجت كل عين كبيرة لكل شيء شملت اللهم اشف من كل عين وحسد بتفكير الحاسد أو العائن أثر اللهم اشف من كل عين وحسد بوصف الحاسد وبنفس السامع للوصف أثر اللهم اخرج عيون الناس اللهم اخرج عيون الناس اللهم اخرج عيون الأقارب عيون الأقارب عيون الأقارب عيون الأقارب عيون المعارف عيون المعارف عيون المعارف والأصدقاء عيون المعارف والأصدقاء اللهم اخرج أعين وأنفس وحسد الجان اللهم اخرج أعين وأنفس وحسد الجان اللهم اخرج كل عين من الرجال أصابت اللهم اخرج كل عين من النساء أصابت اللهم اخرج كل عين من الصغار والأطفال أصابت اللهم اخرج كل عين في العلم أصابت اللهم اخرج كل عين في الذكاء والفطنة والحكمة اللهم اخرش كل عين وحسد في سداد الرأي وفي الفهم وحسن الاستنباط وحسن الاستيعاب وجمال الخطب والإلقاء والتفوق اللهم اخرش كل عين وحسد في سرعة الحفظ وقوة الحفظ وسرعة الإجابة وحسن الخط وسرعة الكتابة اللهم اخرش كل عين في العبادات اللهم اخرش كل عين أصابت في العبادات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصلاة والصيام والنوافل والخشوع وتلاوة القرآن وحفظ القرآن وترتيل وتجويد القرآن وترتيل وتجويد القرآن وجمال الصوت بالقرآن والصدقة والإحسان والصدقة والإحسان وبر الواردين وصلة الأرحام اللهم اخرج كل عين اللهم اخرش كل عين في الأخلاق أصابت في الأخلاق وحسن الأخلاق أصابت اللهم اخرش كل عين في الأدب أصابت في الأدب والحياء في الأدب والحياء والعفة والشرف والطهر والنقاء والتستر والحجاب اللهم اخرش كل عين في حسن التربية وحسن الأخلاق وحسن المعاملة أصابت وفي دفع السيئة بالتي هي أحسن وفي قوة الشخصية اللهم اخرش كل عين في البيوت أصابت في زينة البيوت وجمال البيوت وجمال الأثاث اللهم اخرش كل عين في البيوت استقرت اللهم اخرش كل عين وحسد في البيوت استقرت اللهم اخرش كل عين في زينة البيت وجمال البيت وكبر البيت أصابت اللهم اخرش كل عين أصابت الأزواج اللهم اخرش كل عين وحسد أصاب الأزواج في سعادتهم في سعادتهم وهنائهم وهنائهم ومودتهم ومودتهم ورحمتهم واستقرارهم 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 وهدوئهم اللهم اخرش كل عين فرقت اللهم اخرش كل عين فرقت اللهم اخرش كل عين لقلوب الأزواج غيرت ولقبائع الأزواج غيرت اللهم اخرج كل عين في الأبناء والبنات اللهم اخرج كل عين وحسد في الأبناء والبنات في تربيتهم وأخلاقهم وزينتهم وجمالهم ومهاراتهم وقدراتهم اللهم اخرج ما أصابهم في دراستهم اللهم اخرج ما أصابهم في دراستهم وتفوقهم اللهم اخرج ما أصابهم في صحتهم وقوتهم ونشاطهم اللهم اخرج كل عين في الحمل أصابت اللهم اخرج كل عين في الحمل والولادة أصابت في سهولة الحمل وسهولة الوضع وفي الرضاعة أصابت اللهم اخرج كل عين في الرزق والتجارة أصابت في الغنى وسعة الرزق والمكسب أصابت الله مخرش كل عين عن العمل صدت الله مخرش كل عين عن العمل عطلت الله مخرش كل عين وحسد في التجارة أصاب في العمل أصاب في الرزق أصاب الله مخرش كل عين ونظرة الله مخرش كل عين ونظرة قاتلة الله مخرش كل عين سممت الله مخرش كل عين أورثت مرضا مستعصيا اللهم اخرش كل عين أورثت سرطانا اللهم اخرش كل عين للك لا أتلفت اللهم اخرش كل عين ليفت اللهم اخرش كل عين جننت وخبلت اللهم اخرش كل عين على الرأس استقرت اللهم اخرش كل عين على الرأس استقرت اللهم اخرش كل عين على العروق والأعصاب أثرت اللهم اخرش كل عين تراكمت اللهم اخرش كل عين تحجرت اللهم شققها تشقيقا اللهم قطعها وحرقها تحريقا اللهم فجرها تفجيرا اللهم زلزل العيون من الأجساد اللهم زلزل كل عين الله أكبر من كل عين اللهم اكفنا شر العيون اللهم اشفنا من كل العيون اللهم ابطل عنا تأثير العيون والحسد اللهم اكفنا شر العيون واصرف عنا أذى العيون اللهم اكفنا شر شياطين العين والحسد اللهم إنا نعوذ بك من شياطين العين والحسد اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من كل الحسد ومن كل العيون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل خروج العيون سهلا اللهم ارد البصر على من نظر والحسد على من حسد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك اللهم إنا نعوذ بك من العج والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشيقاق والسمعة والرياء والجنون وسيئ الأسقام والصرطان اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ونعوذ بك أن نظلم أو نظرم اللهم قنعنا بما قسمت لنا اللهم قنعنا بما ارتضيته لنا اللهم اجعلنا من القانعين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الحاسدين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الحاسدين اللهم اكتنا شر الحاسدين والحاقدين والأشرار والشياطين والشامتين اللهم اشفنا بشفاك وداونا بدواك اللهم انزل الشفاء وارفع كل العيون والحسد وكل الداء إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين